هل تتوقع خروج روسيا من سوريا؟ يعني القاعدة التي بنتها في حميمين لا يمكن أن تتخلى عنها بسهولة هي تحلم بالوصول إلى المياه الدافئة فإذن عندما تربط الآن القرم شبه جزيرة القرم والموانئ الموجودة هناك مع قاعدة حميمين هي تعطي بعد استراتيجي لروسيا فعندما تتخلى عن القرم وعندما تتخلى عن حميمين وحميمين هي أتت باتفاقية ومباركة وتغطي أمريكية تماما واتفاقية مع أمريكا لا يمكن كان روسيا أن تقوم وتطلق يدها في سوريا لو لا المباركة الأمريكية ولولا أمريكا أن سمحت وعطت الضو الأخضر لروسيا حتى ربما أمرتها أيضا أن تبقى في سوريا لا هي عبارة ليس أمر وإنما هي اتفاقيات خاصة وجود إسرائيل إسرائيل أيضا لها اتفاقيات الآن مع روسيا لضرب سلاح حزب الله وإيران في سوريا فلذلك هي قضايا حقيقة مشربكة ومتداخلة الوحيد الموجود الذي يدير الحرب من بعد ويستفيد ويحقق هدافه هي أمريكا حتى الغرب الآن في الحصال الذي فرض على روسيا الاحتصال الاقتصادي في كل نواحي الرياضية والاقتصادية والسياسية ليست المتضررة الوحيدة هي روسيا بالعكس روسيا يمكن لها مجالات أخرى في وسط آسيا مع الصين مع وسط آسيا لكن أوروبا الآن حقيقة في مشكلة كبيرة وخاصة ألمانيا التي تعتبرها أمريكا ند لها في أوروبا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر